السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلامة يا رسول الله. يا مرحبا بكم. النهاردة نشرح يا شباب مشكلة ممكن تقابلك وهي مشكلة تحميل اللزب العربي على برنامج آآ قبل اي شيء يا شباب المشكلة دي تنقسم لتلات اقسام. اول حاجة شباب في نقحة ناس ما بتاخدش بالها انه لما يجي يحمل اللزب وهو حط اللزب ده جوه عامل باللغة العربية مساميه باللغة العربية شباب الفولدر ده كده. انا مسميه كده لزبات. وحطت فيه مجموعة ايه آآ لزبات برضو. ومسميه لزبات باللغة العربية. ولما نيجي اعمله استدعاء الفولدر دوت. ويجي اعمله استدعاء واحمل لزب من الفولدر دوت. على برنامج الاوتوكات الاوتوكات ما يحمل ليش اللزب. المشكلة بتكمن في الفولدر اللي بلغة العربية. حلها بسيط. انت بتحول اللزبات ده هو بتحول آآ آآ اسم الفولدر اللي هو باللغة العربية للغة انجليزية هتلاقي يشتغل معك. ده القسم الاول. القسم التاني يا شباب دي ممكن ما تاخدش بالك منه وحلها بسيط ما فيش مشكلة. لكن في حل جزر لده كله. وهنعرفه دلوقتي. الحل التاني القسم التاني ان اللزب نفسه مكتوب باللغة العربية. ودي مشكلة بالنسبة للكاد ان هو ممكن ما بيقراش اللغة العربية. طب القسم التالت. القسم التالت دي يا شباب من المشاكل ان الشفرة بتاعة اللزب نفسها. خلينا نفتح الشفرة اللزب نفسها. الشفرة بتاعة اللزب دي نفسها مكتوبة جزء منها مكتوب باللغة العربية او مكتوبة باللغة العربية. هيجي لما تيجي تحمل اللزب. أو تيجي تحمل الفولدر اللي فيه اللزبات على هيتتحمل معاك وجوزايا الفولدر لكن لما تيجي تشتغل باللزب وتيجي تحمله مش هيشتغل معاك خالص. ودي مشكلة ممكن تقابلك. اه حل المشكلة دي يا شباب مش في برنامج الاوتوكات ولكن حلها يبقى من برة. عن طريق الكمبيوتر بتاعك نفسه. اللي هو الوندوز بتاعك نفسه. السيستم بتاعك بتاع الكمبيوتر بتاعك. اه وهو ازاي بقى تعالي. بص يا شباب تعالي نشوفي الاول. اه لو نروح هنا على الاوتوكات. ونخش على ونيجي هنا على ونستدعي الفولدر اللي فيه اللزبات وليكن هنكتب هنا خلاص ونقول له ايه اه اه اوكي. هنكتب هنا خلاص? وراجع هنا استحالة يشتغل معاك. عامل لك اهو هلب. ليه? لان انت كاتب الفولدر نفسه. اه باللغة العربية هتحاوله باللغة الانجليزية هيشتغل. طبعا انا عاوز حل جزري. للتلات اقسام اللي انا شرحتهم دول من من قبل. اعمل ايه? اخش هنا يا شباب بص. اخش هنا على اه السيرش. واكتب هنا كنترول بانال. انا هخش بقى على وندوز الايه? الكمبيوتر بتاعك. خلاص? من كنترول بانال هخش على هنا اه خلاص? اللي هي علامة الساعة والقرى الارضية دي. اضغط عليه. وخش على هنا اللي هي الاقليم. خلاص? اه ايزهر لك نافذة مكونة من قائمتين. اه خلاص? هنضغط على هنا. وهنخش تحت هنا على اه 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 اتشينج سيستيم. اه اتغير هنا دوت اتغيره من آآ انجليش اتغيره من انجليش يونيتد الى ايه? اتغيره من انجليش يونيتد الى عربيك ايجيبت. خلاص? وتقول له اوكي. هنا بيقول لك البرنامج هيعمل اللي هو الكمبيوتر هيعمل لو انت اتكيت على هيعمل لك وهيشتغل تاني. خلاص? بس عشان الفيديو ما يفصلش معايا. بعد ما تعمل يا شباب خلاص هيشتغل معاك. تخش على عندك. وتروح جاي وتستدعي اللزب بتاعك حتى لو ده موجود باللغة العربية هتستدعيه وهيشتغل معاك وهيبقى زي الفولد. وبكده المشكلة تكونت ايه? اه اتحديت كان شرحنا يا شباب. حبيت اوضح بس موضوع اللزب ده احنا اخدنا بقى طويل فيه في موضوع اللزبات دوت. اه يا رب تكونوا استفدتوا. اسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله.